هل مازال يمكن التعويل على محكمة العدلة الدولية للعب دور فعال وضاغط على إسرائيل طبعا على خلفية العملية العسكرية المستمرة في شرق مدينة رفح؟ أما ساء الخير أخي الكريم شكرا جزيلا على الاستضافة يعني أتصور أنه المصار القانوني هو مصار مهم لأنه مصار يعتمد على توثيق جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حتى الآن وأعتقد أنه حتى إذا لم نصل إلى جزاء سريع فلابد من توثيق هذه الجرائم لأنه في لحظة من اللحظات يمكن أن يمثل قادة الحرب في إسرائيل أمام حاكم جرائم الحرب ويمكن كثير من الدول تطالب بهذا الأمر وكانت البداية مع جنوب إفريقيا ومتلاها حتى من المرافعات الضافية التي قدمتها الدولة المصرية ووثقت ليس لجرائم الحرب التي ارتكبت من 7 أكتوبر ولكن من عام 67 وحتى اليوم إذن المصار القانوني هو مصار مهم ربما يأخذ فترة من الوقت ربما تكون هناك بعض الإجراءات المطلوبة من إسرائيل ولكنها يعني تضرب عرض الحائط بها كل هذا الحقيقة بيعزز فكرة أن إسرائيل فوق القانون أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي وتلجأ فقط إلى القوة وفرض الأمر الواقع وده يمكن بيفتح أمامنا إشكالية كبيرة جدا هل نظل نعتمد على هذه المنظمات القانونية الدولية رغم عدم فعليتها على الأرض مطلوب أنه إعادة النظر في فعالية هذه المنظمات وقدرتها على إنفاذ إجراءتها وقرارتها والالتزام بها دي مسألة في غاية الأهمية لأنه كمان هذه المنظمات قد تخضع في بعض الأحيان للتوظيف السياسي كما تعلم ويمكن بعض التقارير المقدمة حتى أدعوك إلى متابعة التقارير الصدرة حتى من الولايات المتحدة وهي الدولة الداعمة لإسرائيل حين تتحدث عن أنه لا توجد شواهد على أن إسرائيل قد خلفت قواعد القانون الدولي في استخدام الأسلحة الأمريكية هذا الكلام الحقيقة تحاول من خلاله الولايات المتحدة تبرئت ساحة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولكن السؤال المهم من الذي قتل آلاف المدنيين أكثر من 35 ألف شهيد يسقطون من 7 أكتوبر على مدار 8 أشهر وقرابة 80 ألف مصاب يعني كلهم سقطوا بالأسلحة الأمريكية التي استخدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولكن اللافت أن مقابل هذا تقول الخارجية الأمريكية دكتور حسن أن هناك تأكدات موثقة بشأن استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية بما يتوافق مع القانون الدولي يعني يمكن لها أن تتحدث عن هذه الجهة وهذه الناحية ولكن في نفس الوقت تقول أنه لا معلومات كاملة حول قيم إسرائيل باستخدام الأسلحة الأمريكية بشكل يمثل انتهاكا للقانون الدولي وهذه نقطة مهمة طبعا يعني أخي الكريم أعتقد أن الإدارة الأمريكية الآن تسير بنا نحو المنطقة الرمادية تسير بنا نحو مزيد من المراوغات لا وضوح على الإطلاق سوى هو الدعم اللامحدود من جانب الإدارة الأمريكية حتى مهما تحدثنا عن فكرة وقف شحنات الأسلحة أنت تعلم أن مخازن الأسلحة الإسرائيلية ما زالت ممتلئة بهذه الأسلحة التي تستخدمها والحديث حول يعني وقف صفقة أو اثنتين لا يؤثر كثيرا في القدرات العسكرية لإسرائيل المسألة ترتبط بمحاولة تبيض وجه الإدارة الأمريكية من ناحية ومغازلة الأصوات الانتخابية من ناحية أخرى نعلم أن الإدارة الأمريكية تواجه الآن مأزقا مهما فيما يتعلق بأصوات الناخبين سواء اليهود أو العرب المسلمين الأمريكيين وهو يحاول أن يغازل كل هذه الأصوات من خلال المنطقة الرمادية أو من خلال ما أسميه دائما النفاق السياسي التصريحات التي تخرج بها الإدارة الأمريكية ليست محددة وإنما هي تميل إلى المراوغة وتميل إلى الالتفاف الكثير جدا والنتيجة هو استمرار الدعم الأمريكي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي والنتيجة هو مزيد من سفك دماء الفلسطينيين والنتيجة أيضا استمرار الصمود الفلسطيني الذي يستحق كل الإشادة وكل التقدير دكتور فيما تعلق بالمسار القانوني الذي تحدثت عنه حضرتك منذ قليل ووصفته بالمهم لكن هل أصبحت حقيقة أن إسرائيل لا يمكن لأحد أن يحاسبها هل أصبحت واقعا برأيك ولا يمكن غض النظر عنه خلينا أقول لك يعني أنه هذا ما تحاول إسرائيل فرضه على الأمر الواقع هي ما تحاوله والحقيقة كثير من الخبرات السابقة تشير إلى أنه إسرائيل فوق القانون ولكن السؤال من الذي يجعل إسرائيل فوق القانون الولايات المتحدة بدعمها المحدود المجتمع الدولي بازدواجية المعايير وعينه العوراء التي لا ترى سوى رواية وسردية مزعومة حول حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مقابل إنكار هذه الحقوق على أصحاب الأرض الذي جعل إسرائيل أخي الكريم فوق القانون أو الذي يحاول أن يفرض هذا الأمر على أرض الواقع هو الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية من خلال دعمها المطلق باعتبار أن إسرائيل هي طفلها المدلل في المنطقة وأيضا المجتمع الدولي الذي يسير في ركاب الولايات المتحدة الأمريكية ويزعم أن إسرائيل لها حقا في الدفاع عن نفسها في حين أنه التصوير الحقيقي لما يحدث هو حق المقاومة الفلسطينية في مقاومة المحتلة من ناحية والبحث عن دولتها وأرضها المغتصبة منذ سنوات طويلة من الذي ينكر على صاحب الأرض حقه في أن يبحث عن هذه الأرض هو المجتمع الدولي غير الموضوعي الذي ينحاز للأسف الشديد وسقطت عنه الأقنعة يعني المجتمع الدولي أخي الكريم يتحدث عن حقوق الإنسان أين حقوق الإنسان مما يحدث في قطاع غزة؟ أين حقوق الإنسان مع سفك دماء الفلسطينيين المدنيين العزل؟ أين حقوق الإنسان من عدم تنفيذ الأهداف المعلنة حتى لهذا العدوان على غزة؟ إسرائيل لم تحقق أي من الأهداف المعلنة حتى الآن لا هي استطاعت تدمير البنية العسكرية لحماس ولا استطاعت استعادة المحتجزين بالقوة يعني لعلك تتابع كثيرا من الصحف الأمريكية التي تشير إلى أن فكرة القضاء على المقاومة الفلسطينية أمر مستحيل والقضاء على التنظيمات والفصائل الفلسطينية أمر مستحيل إذن ماذا تفعل إسرائيل؟ هي تمارس لعبة سياسية لإطالة أمد بقاء نتنياهو في السلطة شهوة السلطة تملكت من نتنياهو على حساب الدماء الفلسطيني